هذا ما تبقى من منزل الشاب هائل الذي عاد إليه بعد أن تلقى خبر قصفه من قبل الميليشيا واستشهاد زوجته وطفله بينما كان هو خارج المنزل أشتغل داخل الإبعاني أترزق الله فيما بعد قدر الله التصويري في ثلاثة ثاني رمضان وصلت لها ناقي يعني البتحقي منتهي جهالي من مشوشفاء التنتال البنات على ساهل ورحمة والأم والابن توفوه الحمد لله جالسين يعني جيس لها 15 رمضان وانا بالمستشفان والقهار جاءنا جابلنا الغرفة هذه والحمام الحمد لله جالسين جابلنا نقع الفراش يعني أنا حقي خلاص نسهي الطفلة المصابة رحمة داتا الـ 11 عاما ورسائل ابنة السبعة أعوام هي كل ما تبقى لرب الأسرة المغدورة فقسوة ما حدث لم يغادر أذهانهم والأكثر قساوة هذه التي تعاني من حالة صعوبة في الكلام قصف الأحياء السكنية واستهداف المباني على ساكنها هو الأسلوب الذي تمارسه الميليشيا الإنقلابية طيلة عام ضد هذه المدينة وسكانها هنا في هذه الغرفة يقضي الرجل وطفلتيه الجريحتين ووالدته أوقاته في انتظار دور الجهات الرسمية من أجل الاهتمام بقضيتهم ومحاولة إنقاذهم خصوصا في ظل ظروف الحياة التي تتعقد يوميا في المدينة المحاصرة ليست قصة هائل سوى واحدة من قصص خفية ترتكبها الميليشيات كل يوم بحق المدنيين من أبناء هذه المدينة حمزي أمين قناة بلقيس تعيز اشتركوا في القناة